اشتركوا في القناة الإخوة المسلمين أدعو الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أزماننا وفي بلادنا وأن يذهب عن بلادنا وبلاد المسلمين كل مكروه وسوء إن ربي على كل شيء قدير وبإجابة جدير سندلف اليوم إلى أمر في بدايات أمة الإسلام بدايات أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فالكلام عن الخواتيم والنهايات كثير الأمم كثيرة والملوك كثير والقضاة كثير وأصحاب الأموال كل هذه قصص ممكن نتكلم فيه ولكن أنا أختار شيئا ما فيه نافع في إذا وفيه تعلق بالمسلمين وبقلوب المسلمين مثلا قصة أبي جهل ذلك الرجل الذي ما فتأ أن يحارب رسى صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا من قطعا ذلك كان شديد الحرب والعداوة للرسول الله صلى الله عليه وسلم علما أن أبا جهل في الأخير هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من نفس القبيلة قبيلة قريش ولكن كان أبو جهل أو كما يكن قديما أبو الحكم كان سيدا مطاعا في قومه كان يقال عنه السيد الوادي ويقال عنه حكيم الوادي ولكن ما نفات حكمته ولا أفادته السيادة حينما عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنق عليه وحقد عليه ربما تمنى أبو جهل أن تكون النبوة فيه كما قال ربنا جل وعلا وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيمة لا تحال قصة طريقة بس من أبي جهل قصة غزوة بدر لما جاء أبو سفيان ومعه العيل من الشام فيها أموال قريش كلها وقدم بها راجعا إلى مكة تآفيا إلى مكة وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع رجاله على ساعة وعلى سرعة فخرجوا على الخف والحافر معهم مش إلا فرسين ثلاثة ومشاتهم على أرجلهم ماذا يريدون أن يأخذوا المال لماذا هذا المال الذي سرب منهم خرجوا مكة ولا مال لهم تركوا أموالهم كلها خرجوا ليأخذوا أموالهم فلما بلغ الخبر هذا أبا سفيان مال إلى ساحل البحر وفر بقومه أبو سفيان من حرب وكان خبير حرب وخبير قتال أبو سفيان وأسلمي بعد وكان من الصالحين رضي الله وارضاء فر ورجع إلى مكة سالما غانما فأرسل الخبر إلى أبي جهل رئيس مكة في ذلك زمان وقال له قد سالمنا والحمد لله فلا تخرج قلبا نخرج خرج أبو جهل بجيشه حتى وصل إلى المكان الشهير إلى بدر إلى بدر الذي وقعت فيه معركة بدر الكبرى وبدر كان موسم نوسم العرب يتبايعون فيه ويشتغون من شهد الشعر وإلى خيره فقال له أبو سفيان قد سلمنا الله يرجع قال والله لا نرجع لا نرجع حتى نرد بدرا نرد بدرا فنقيم فيه ثلاثا وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع من العرب وبمسيرين وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا مشي سبحان الله الرظيم وما تشأون إلا أي إن شاء الله كتاب وقدر لازم يطلع لازم تحسن الحرب لازم تحسن المقرعات هو يريد أن ينشر هيباته في الجزيرة التي اهتزت ولكن سبحان الله الله جل وعلا أراد أمرا آخر حينما تواجه الجمعان قال أبو جهل في دعاء له اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء يقول اللي أقطع فينا الرحم قال هو أتانا بما نعرف يخصر محمد صلى الله عليه وسلم فأحنه الغداء أحنه اليوم يعني اجعله ميت من حينه قال ربنا جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا إلى آخر آيات خرج النبي برجاله حتى وصل هذا المحل الشيء الذي عزيزه بقى أبو جهل في موقعه هذا والمسلمون على الجانب الآخر المسلمين تلتمية وشوية ذو الألف ويدوا معهم خيولوا بدماء إلى آخره يقول عبد الرحمن عوفي ورواه عنه البخاريو في الصحيح قال إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتياني حديث السن من شاب صغيرين فكأني لم آمن لمكانهما يعني أنا عاوز أجنب مقاتل أشداء قال فإذا بأحدهما يقولوا سرا دون صحبي يا عم أرني أبا جهل بلد الصغير يقول له يا عم العبد الرحمن فين أبو جهل ما عرفه الشوير بس علي أرني أبا جهل فقلت يا ابن أخي وما تصنع به ما لك وما لدى ما لك وما لدى قال عاهدت الله إن رأيته وأنا أقتله سبحانه الإسلام رب أولاد كده آه ده في كده ربهم تربيه عظيمة عاهدت الله إن رأيته وأنا أقتله الأولادت رب فين هذه العجينة الإيمانية الخلطة الربانية في قلوبهم جات إزاي لازم نرجع تربيه أولادنا لازم نرجع بيوتنا نرجع نفسنا يقول عاهدت الله أنا أقتله أو أمتدون يقول وقال يا الآخر سرا أي عن الأول مثل صاحبين يقول عبد الرحمن فما سرني أضرح من عوف من عشر ومشرين فما سرني أنني بين رجلين مكانهما أحسنتني أنا مكاني اتنين دون يقول فآشرت إليه ما عليه يقول عبد الرحمن فشد عليه مثل السقرين سقرين نزيم السماء كده السقر منزل من السعن فريسته سقران هبطا علي يقول فشد عليه مثل السقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء سلام على الفخار وهما ابن عفراء ما شاء الله غلمان يقتلني سيد القوم في الصحيحين أيضا من حديث أنس قال قال صلاة رب والسلام علي من ينظر ما صنع أبو جهل بعد أمن بحرب هديت ومستمرين انتصر شوفوا لنا أبو جهل ما يقفوا إيه قال ابن مسعود أنا يا رسول الله أنا أططوعه وكان بيث المسعود باستمر قبل الإسلام يقول فانطلق فواجده قد ضربه ابن عفراء يعني كأنه في الرمق الأخير حتى برد برد إنسى فينا ما يبوكس وبيبرد بيموت ينتهى منه الحرارة حتى برد قال فأخذ به رحية المسعود قال فقلت أنت أبو جهل أنت زعيم الناس أنت سيد الوادي أنت الذي كنت تفعل وتفعل وتفعل الآن أنت على الطراب قتلك غلامان صغيراء أنت أبو جهل فأجاب الرجل في كبر وعتوب وهو تقعقى روحه بين الحياة والموت قال وهل فوق رجل قتلتمه أو قتلهم في حد يعلمني أنا أعلى وحيد آتا كبر وعتوب إلى الممات كبر وعتوب وعلو وفجور إلى الممات ما في تسليم أبداً لله جل وعلا في رواية في البقرية أيضاً أننا مسعود أنه أتى أبو جهل فقال هل أخزاك الله يخير طلع فاروحه لا إله إلا الله حتى أقول زي فرعون فرعون وبالطبع في الروح قال أهمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بانو كبراً ما قالش إلهي أنا زي بني إسرائيل هذا قال هل أعمد من رجل قتلتمه في حد أكبر مني أنت قتلتم أكبر رجل في قريش أعظم رجل في قريش قال الأعمد شعن بن إسحاق عن أبي عبيد عبد الله قال أنتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضه ومعه سيف جيد ومعي سيف الرذيب فجعلت أنقف رأسه بأحرك دماغه بكذا حتى ضافت يده قال فأخذت سيفه فربع رأسه فقال على من كانت الذئرة لنا أو علينا ألست رويعين رويعيين في مكة مش أنت ابتعى الغنم اللي اقترع الغنم عندنا في مكة قال فقتلته ثم آتيت عسلم فقلت قتلت أبا جهل فقال آه الله الذي لا إله إلا هو آه الله الذي لا إله إلا هو آه الله الذي لا إله إلا هو فرحا بأن يقتل فرعون ذو الأمة فأكد على ابن مسعود ثلاث مرار هو هو قال فكان جزاؤه من جنس عمله جزاؤه من جنس عمله جزاؤه أنه على الله على الله وتكبر على الله وعلى رسول الله فقتل بمن بيذي بيذي غلامين صغيرين ثم جاء ابن مسعود ذلكم الراعي الراعي الغنم السابق سيد مساعدة الأمة ليجهز عليه ولتتم المهمة بفضل الله جل وعلا ويقتل فرعون هذه الأمة ولا حول لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أخي الكريم لا تغطر بمنصب لا تغطر بمهن لا تغطر بعلو لا تغطر بمكان وزمان لا الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون هذا وصلى الله وسلم وبرك على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة